الحمد لله رب العالمين خص هذه الأمة بالفضل والتشريف بصوم رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خصه بمزيد العفو والغفران منة منه وامتنانا ووفق من أراد الخير في هذا الموسم العظيم أشهد أن لا إله إلا هو وأن محمد عبد ورسوله مع قرب مواسم الخير تتحرك نفوس الدعاة والمدعوين طلبة العلم طالبات العلم والعاميات من المسلمات في أيام البركات ورحمات هذه والكل يقوم بهذه العبادة العظيمة إدراك الحكم إدراك المعاني هذا فقه عظيم لا يبلغ أحيانا العامة لكن يدرك كثيرا منه أهل العلم طالبات العلم تحصيل تقوى الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الفقيه الذي يحرص على الوصول لمقصود الصيام هو التقوى يفكر كيف يحصل التقوى الصوم يذكرنا بمعاني التقوى كيف نتقى الله كيف نتقى عذابة كيف نتقى المعاصي كيف نتقى الشهوات المحرمة كيف نتقى فتنة الدنيا فتنة الشهوات فتنة الشبهات فتنة المال فتنة هذه العلاقة بين الجنسين المحرمة فتنة المحية والممات فتنة المنصب فتنة حب الظهور والشهرة فتنة التسلط على الآخرين التقوى خير زاد ليوم المعاد وتزود فإن خير الزاد التقوى كيف نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بعبادات بطاعات الصوم يربي فينا مراقبة الله ابتغاء وجهي عز وجل الصوم يعلمنا الإخلاص نحن ما نصوم للناس قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به هذا حديث قدسي في الصحيحين قال يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي رغوة بخارية مسلم يعني هذه العبودية في ترك ما تتعلق به النفوس لله هذه عبادة عظيمة هذا الصيام تدريب ترك ما تهوى لما تخشى ترك ما تهوى مع علمك بالطلاع اللي عليك يعني تحقق الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك حال المؤمن الصادق المخلص من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا الصيام يربينا على كف النفس عن الحرام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشربه قد آله واحد الآن يعني يترك الصيام يترك الطعام والشراب في الصيام ويترك الشهوى ثم يشهد زوراً يغتاب يأكل رشوة يتعامل بربا يسب يجتم تقع في تبرج يعني غريب يعني تتبرج وتصوم طيب الصيام هو لأجل أن تتق الله وما تتبرج لأجل أن تتق الله وما تعمل علاقة محرمة لأجل أن تتق الله ما تضيع صلوات بعض النساء تضيع صلوات وفي رمضان ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط بما بين ذلك لكن بصيام النهار وقيام الليل وتقوى الله بين ذلك التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله من رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير الصوم يعيننا على ضبط أنفسنا كم نطلق كلمات نطلق لأنفسنا العنان بالكلمات بالشتائم بالجرح الآخرين مشاعر الآخرين يعني ننفلت ما نخلي ولا نبقي من كل شيء خلص الغيض هذا ما فيه ما نطلقه الصيام ربينا على كبح الجمح الصيام جنة جنة وقايا من النار فإذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث يعني لا يقل كلاما فاحشا ولا يسخب يعني لا يرفع صوته فإن سابه أحدا أو قاتله فليقل إني برؤ صائم روض خالي مسلم الصيام فعلا لو تأثير عجيب في حفظ الجوارح يسكنها يسكنها يثبت بواعث الشر فعلا وقايا من المعاصي جنة 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 ذرع حصن حصين يقمع الهوى يردع الشهوات المحرمة يحبس النفس عن ما يغضب الله يفطمها عن المألوفات المحرمة خلاص تتعود على شيء جديد يمكن أن تدخلي إلى نفسك الآن نمطا خيريا جديدا عادة طيبة جديدة بالصيام خلال الصيام ثلاثين يوم تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوم نفس يعني تعويد في تعويد في تعويد خلاص الخير عادة تصير الخير عادة يعدل القوة الشهوانية الجوع والضمأ يكسر من حدة وسورة البطر والأشر الناتج من الشبع هذا الصيام يلفت نظر الإنسان إلى حال الأكباد الجائعة المساكين الضائعة الصوم يحفظ القلب والجوارح يعيد إليه حيويتها التي فقدتها بالشهوات التي مارستها فيه اختلاسات حصرت بأيدي الشهوات الآن تستعيد النفس عافيتها وصحتها وقوتها الإيمانية الصيام يضيق مجاري الشيطان أو الشيطان يجري بالآدم مجرى الدم خرص الصيام يضعف تأثير الشيطان على الإنسان ثم اللسان هذا يشتغل بالقرآن في رمضان وبالاستغفار والدعاء فالكذب والغيبة والنميمة والفحش والمراء الآن ينعتق اللسان من كثير منه رمضان ممكن تقريب العادات رأسا على عقب بدلا من كثرة أكل كثرة شرب كثرة كلام كثرة قيل والقال كثرة خرص الآن فيك كثرة استغفار كثرة دعاء كثرة تلاوة قرآن كثرة صلاة الآن كثرة إحسان حتى يعني ممكن المرأة تعين زوجة على ترك التدخين ممكن هي بعض النساء ممكن تقع هي أصلا في في شيء من هذه المنكرات فرصة الآن عظيمة كذلك بما أن الصيام وجاء لما قال من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء إذن معناها الصيام وقاية من الشهوات المحرمة فالذين كانوا يعني يطلقون لأنفسهم العنان في الشهوات الآن الصيام قمع شهواتهم قمعها إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثب ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكين يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء كما قال جاب رضي الله عنه فيما رواه من أبي شيبة قال أبو ذر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطعته بعين ترويض النفس على الطاعات الطويلة يعني قراءة قرآن كثيرة صلاة الترويح قيام ليل طويل اعتكاف اعتكاف يمتد هذه تربية عظيمة نفس عادة ما تطيق هذه المدة في الطول في الطاعات لكن في رمضان تطيق سبحان الله وخلاص إذا اعتادت في رمضان ما بعد رمضان يمكن أن تستمر على هذه العادة الجود يعني حمل النفس على البذل كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل هذه الآن تربية رمضانية إيمانية ثم هذه قضية أنك أنت وأختك في الله مدارسة على سنة الرسولين الرسول البشري والرسول الملكي كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فيدارس القرآن هذا يقرأ هذا يسمع وما يكون من وراء ذلك من المعاني الإيمانية العظيمة مدارسة 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 تقليب المعاني تدبر مباحثة هذا يقرأ هذا يسمع فيدارسه القرآن روال بخاري ومسلم شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز في من يعني لمن أراد الله له الخير ترجمة نانسي قنقر